بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لتلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشفل الذين آمنوا أن لهم قد مطرق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السوى على العرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتكترون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهيد وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات قوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما وهم النار بما كانوا يفسدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم كذري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيةهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس فرد جعلهم بالحيو لقضي إليه أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا وفي طريانهم يعلمون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائلا فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك جل للمسرحين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسله بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بجينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بطران ولي هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدليكم به وقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعطلون ومن أظلم من اختلي على الله كذبا أو كذب لآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء تفعاؤنا عند الله قل أتنفعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي غيرهم لما فيه يختلفون ويقولون لولا أنجل عليه آية من ربي وقل إنما الغيب لله فانتغروا أمي بعثنا منتغرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعث الله أمستهم إذا لهم مكرون في آياتنا قل الله أترع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تنفرون والذي يشيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاليح عاصف وجاءهم الموج من كل بكال وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط به دعوا الله مطلشين لهتين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من الشماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمعال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغدرها فذلك نخصر الآيات لحوظ يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء ودا صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وجياده ولا يرهقوا دونهم قتا ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم لا قابلون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوبهم قطعا من الليل مفلما أولئك أصحاب الناس هم فيها صاردون ويوم نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشعقوا مكانكم أنتم وتركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال تركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلون هناك تملو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه والحق وضل عنهم منا كانوا يفتغون قل من يرجعكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدفع الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تترقون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فشقوا أنهم لا يوليون قل هل من شركائكم من يبدأ خلقكم من يعيده قل الله يبدأ خلقكم من يعيده فأنا تترقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظل لا يولي من الحق شيئا أم الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يهدى من الله ولا تنفق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الحالمين أم يقولوا نفسني قل فاتوا بطوة مثله وادعوا من اتطعتم من دون الله وإنكم صادقين أل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتلوا تاوين كذلك كذب الذين من قبله فانغضوا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلن بالمفسدون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الظلم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يوضر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبشرون إن الله لا يظلم الناس شجئا ولكن لما تأنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهي ليتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مفتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم أضي بينهم بالخص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفري ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إلا جاءت لهم فلا يستاقون شاعة ولا يستقعون أم أرأيتم أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجلونه المجرمون أتم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون هم مخيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم صادقين ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعبدون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأتروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم من جن حس وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم لوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لي ممين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ربكم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آله أذل لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شان وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم جهودا إذ تفيرون فيه وما يعجب عن ربك من متقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مجين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يكتقون لهم البشر في الحياة السمية وفي الأقرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يفرطون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغنيل له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون أتل عليهم نبأ نوحي إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتدكيدي بآيات الله فعلى الله سوكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وجركاءكم ثم لا يقوم أمركم عليكم أمة ثم محبوا إلي ولا كومون فإن توليتم فما سألتكم من أجل من أجري إلا على الله وأوليت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في البلد وجعلناه الخلال فأورقنا الذين كذبوا بآياتها فانطر كيف كان عاطبة المنزلين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليمنوا لما كتبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المؤسدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مبين لما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض ما نحلكما بمؤمنون وقال فرعون وتوني بكل شاحد العليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى أبقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جيتم به آسحر إلا الله سيبطله إلا الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكرماته ولو كرها المجنون وما آمن لموسى إلا برية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يبتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسلكون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم في الله فعليه توكلوا إن كنتم من المسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى واقله أن تبوأ بقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقروا الصلاة وبشر من المهمين وقال موسى يا ربنا إنك آتيت في العظم وملأه أدينة وأموالا في الحياة الدينية ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا الحذاب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من شبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجلوده بغيا وعدوى حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورجقناهم من الصيدات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يغتركون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من النقاة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ألولا كانت قوية آمنت فنفعها إيمانها إياه قوما فلما آمنوا تشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنشت فيه الناس حتى يقوموا بي وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا من جس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتوا للآيات واندوا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فنتظروا إني معكم من المتظمين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا فذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشيكين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرر فإن فعلت فإنك إذا من الضالر وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بقيم فلا رد لفضله يشيك به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقل يا أيها الناس قد جاءتوا الحق من ربه فمن اهتدى فإنما يحفظي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم جوة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحفظ الله وهو خير الحاجم